حسين المندلاوي يقول أستاذ نجم تحيات الحضرتك أنا المواطن حسين نجم من سكنة قضاء بلد روز أود أني عليكم بني متقاعد حاليا معوق وصاحب شهيديا علي حسين نجم أو حيدر حسين نجم أريد من حضرتك توصل صوتي إلى مدير التقاعد العامة عن مظلومة بقطع راتبي لمدة سنة كاملة بحجة الوفاة عندما جربت المستمسكات وقدمتها أمام أنظار معاون السيد مدير المدير بطلب رسمي وحول الشك ولمدير تقاعد ديالة المحترم أجابني قال لي رح سووا مطالعة وارسلها المدير للتقاعد العام صارت كتش راجع يقول له لهذا الشهر تستلم إجارات الشهر ماكو أخيرا هل قد راجعت طلع الموظف اسمه فلان قاطع راتبي سهوا حسب الكتاب المرفق بتوقيع الموظف زين يعني الموظف اللي ذكرت اسمه أنا رح أبعث اسمه إلى السيد مدير التقاعد إذا كان سهوا الخطأ يحصل بس بال الخطأ لمدة سنة كاملة متقاعد ما يأخذ راتب والموظف يدري كل السهلة أنا اللي صاحب قرار أقطع راتب هذا السهوا لمدة سنة وقل لي ليش أقول له سهوا ورا سنة أخلي يمشي بمعاملة وارفع عنا السهوا يعني على قولة أبو الدارمي أوقف ولو زعلان تل مردحاتي إذ قد ما بتيه تعليك هاتسرده بتشي هاي إذا أردنا نشتغل دولة إذا أردنا نشتغل قانون وإذا أردنا نشتغل شيطانة مثل الوليادات لأنه هذا الموظف اللي قطع راتب حسين المندلاوي سهوا سنة يعرف بحد يحاسبه وحتى لو اكتشفت راح يسوي له كتاب ويمش راتب لا والله لو أنا صاحب القرار سنة لهذا الموظف أخليه ما ياخد راتب وأشوف الشمس من يتطلع خلص الوقت يا عمر خلص هذا الأسبوع وخلصت هاي المناشدات وأتشرف أن أكون جزءا من هذا الأمل الأمل